اهلا بكو اصدقائي وحلقة جديدة من بودكارست حياة ومعاكم وسامة. هتمنى ان شاء الله تكونوا بخير والدنيا ماشية معاكم تمام. آآ في صديق لينا آآ بعتذر بس ان انا معرفتش اسمه من بتاعه هو طلب ان احنا نتكلم عن التلاعب في العلاقات او الاشخاص المتلاعبين. او ازاي ان احنا نتعامل معهم او طلب ان هو برضو عن موضوع الخوف من من ان احنا نفقت شوية علاقات او الخوف من ان حد يبعد عننا الكلام دي كل. هو كل ده هتلاقي اجابته في الحلقة بتاعت النهاردة في قصة التلاعب لان هو كل اللي انت طلبته في بتاعك هو تقريبا بيندرك تحت قصة التلاعب يعني اكيد انت فيه في علاقاتك حد متلاعب معاك وللاسف هو مسيطر عليك شوية. خلينا نتكلم بس الاول نقول ايه هو التلاعب يعني يعني انا ازاي افهم التلاعب او ايه كلمة التلاعب معناها ايه? التلاعب من الشخص هو سلوك ان هو بيحاول يحقق حاجة معينة في دماغه. او يسيطر عليك. او ان هو يبقى دايما هو المتحكم في العلاقة اللي بينك وهبينه. فهو ده عنوان صغير كده المعنى التلاعب في العلاقات او الاشخاص المتلاعبين. غالبا كمان اللي بيقع ضحية التلاعب ده بيعاني من العلاقات اللي هو اه اه اللي هو فيها من الاشخاص اللي بيتلاعبوا بيه. لان في الاخر هو الشخص المتلاعب او الاشخاص المتعبين دول بيشككوك في نفسك. بيخلوك تحس ان انت مشكلة. بيخلوك تحس ان انت لو بعدت عنهم يمكن ناتفت حياتك. بيخلوك فعلا واقع تحت ضغط. وسترس جامد. كونك انك تتعامل مع اشخاص متلاعبين ده بيسبب لك قلق. بيسبب لك اجتئاب. بيسبب لك توطر. بيسبب لك انخفاض في رضائك عن حياتك. ما بتحسش ان انت الحياة مش قد كده من معاك. اه بيخلوك ان انت بتفقد احترامك لزيتك او بتقلل احترامك لزيتك بيخلوك ان انت كمان بتنسحب من الحياة الاجتماعية وبتبقى مقصورة عليهم هم بس. فحقيقي يكون ان انت بتتعامل مع شخص متلاعب او انت بتتعامل مع شخص متلاعب. فده لازم ان انت تتعرف على العلامات دي ولازم تشوف لك حل. ما ينفعش ان انت تسيب نفسك ضحية للاشخاص المتلاعبين من حوالك. ايا كانت الحل اللي احنا هنشوفه مع بعض. بس لازم تاخد خطوات. طيب. علشان بس نبتدي بقى صح. لازم نقع في الاول ايه هو الشخص المتلاعب. ايه هي علاماته? لان هي في علامات مختلفة كتير. ممكن تلاقيه في الشخص اللي قدامك او الاشخاص انت تتعامل معهم علامة او اتنين. هو ممكن ممكن اكتر من علامة وهكزا. يعني يكون علامة او اتنين ممكن بتقباش اه صورة واضحة ان هو فعلا متلاعب مية في المية. ممكن يكون فيه جزء من التلاعب بس هو في الاخر يعني ايه شخصية مش متلاعبة. بس اه لو في اكتر من علامتين تلاتة اربعة وعلامات واضحة جدا فيه فهو فعلا شخصية متلاعبة. فخلينا نعرف ايه هو الشخص المتلاعب. اول حاجة ان الاشخاص المتلاعبين دول لما بيتعاملوا معك بيبقوا عايزين دايما يحسوا ان هم اقوية وان هم المسيطرين عليك. فبيتبعوا حاجات معينة زي مسلا ان هو يحاسسك دايما بالزم. اي حاجة تحصل انت سبب فيها. اه انت مسؤول عن اه عن هما مبسوطين. عن اللي هما زعلانين. عن اللي هما متضايقين. عن اللي هما فشلوا في حاجة معينة. دايما انت انت السبب في حقيقة. حسك دايما ان اي حاجة بتحصل لهم انت السبب فيها. ممكن كمان ان هو يبتدي يشوه ادراكك للحقيق والحاجات وفهمك للناس اللي حواليك والكلام ده كله. بيجذب كتير. بيخليك تشك اصلا في نفسك وتشك في زاكرتك وتشك في تفكيرك وادراكك للحاجات اللي حواليك. ممكن برضو المتلاعب يستخدم التلاعب العاطفي. وده اكتر صورة موجودة في الاشخاص المتلاعبين. التلاعب العاطفي بمعنى ايه? انه هو يهددك. انه هو اه هتفقد حبه مسلا. او هتفقد المواد اللي بينكو. او هتفقد صدقته. او او هتفقد المساعدة اللي هو بيساعد هيلك. فهو بيبتزك عاطفيا. عاطفيا مش لازم يكون حب ما بين واحد واحدة. يعني عاطفيا حتى محب ببين الاصدقاء عشان كده حتى صادقنا لما سأل سأل في قصة الغيرة على الاصدقاء هو الاشخاص الطبيعيين مفيش حاجة اسمها غيرة على الاصحاب يعني انا انا اغير على صاحبي ليه? او اغير يعني ان هو يعف حد غيري او او يعني ليه صحاب تانين غيري او الكلام ده كله. الغيرة بين الاصدقاء دي مش 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 زيها زي مفهوم الغيرة العاطفية ان الواحد مسلا بيغير على البنت اللي هو بيتلاعب بيه متحكم فيه عاطفيا يبقى ده نوع من انواع التلاعب العاطفي. يبقى علشان انت تحس ان انت بده غير على صحابك. يبقى انت وقع تحت ضحية تحكمهم العاطفي فيك. مفيش حاجة اسمها غيرة اللي انا غير على صاحبي. او انا اغير على او انت كواحدة تغير على صاحبتك. علشان مجرد مسلا انها تعرف حد غيرك او لها شلة تانية او الجروب ده كله. انت هي لها شلة تانية او انت ليه او هو صاحبك ليه شلة تانية او ليه جروب تاني. انت كمان يبقى ليه شلة تانية او ليه جروب تاني. لان انت في الاخر هي علاقة صداقة. ممكن تنتهي في اي لحظة. دايما حطوا حاجة في دمخكو ان اي علاقة في الدنيا ممكن تنتهي. مفيش حاجة بقية. الا ربنا سبحانه وتعالى. الحاجة اللي بقية لك الوحيدة هو ربك سبحانه وتعالى وانت. انت الحاجة الوحيدة اللي مستمدة معك لغاية ما تموت. اي علاقة تاني في الدنيا هتنتحي. مهما كانت قوة العلاقة. لو ما انتهدش بريضاك هتنتهي غزبا عنك لان ربنا سبحان وتعالى خلق حاجة اسمها الموت. الموت ممكن ياخد بناء ادم انت بتحبه. آآ ياخد لقد الله ابوك ياخد امك ياخد اخوك ياخد واحد كسا. فمعنى ان انا اتعلق بشخص تعلق آآ يبتزني عطفيا او يهزني عطفيا او يموتني معاه فده مش صح. ده انا حتى بتكلم على قصة كده العلاقات السوية انا متكلمش على الاشخاص المتلعبين انا بتكلم على اي علاقة في الدنيا. فكونك انك خايف ان هم ينسحبوا وصحابك ينسحبوا من حياتك. ده غلط. آآ لازم تدرب نفسك على حاجة اسمها التخلي. آآ ان انت ما تخافش انك تتخلى عن اي حاجة بتسبب لك قلق. مهما ان كان هو مين? مهما ان كان صاحبك قريب مهما ان كان حد عزيز عليك قوي. طالما هو شخصية سامة وبيسبب لك قلق فاتمر ان انت تتخلى عن وجوده في حياتك. حتى وان كانت علاقة لا يمكن تنتهي زي مسلا علاقة حد في شغل مسلا ولا حاجة. هو معك في الشغل هتعمل ايه يعني يعني اتعلم انك توحيط نفسك بشخصيات او علاقات افضل وعلاقات اصح. فبالتالي برضو بتتخلى عنه حتى ان ما كانش مية في المية تخلي بس على الاقل تخليت عنه بشكل كبير. آآ المتلاعب ممكن يحولك لانسان معزول اجتماعية. بيعمل حواليك آآ آآ زي كده ايه? افص. آآ هو عايزك بتاعه بس لان هو متحكم فيك. مستفيد منك بقى ايا كان انواع تحكم. هو مستفيد منك هو آآ بيبتزك عاطفيا هو يعني مسيطر عليك احساسه. احساسه ان هو مسيطر عليك ده عجبه. وهو ده الانسان المتلاعب اللي هو بيستمتع وهو مسيطر عليك وان هو في ايده زمام الامور. فبيحاول دايما يعزلك يعزلك عن اي حد ممكن يفتح عينك ان هو الراجل ده مشكلة بالنسبة لك او الصديق ده مشكلة بالنسبة لك او الصديقة دي مشكلة بالنسبة لك. دايما المتلاعبين دايما بيحولوا اللوم يعني كل حاجة هما ما بيعملوش حاجة غلط. هما لا يمكن يعترفوا باخطأهم. لا يمكن يعترف بخطأ. وهو في الاخر اي حاجة بتحصل يقول لك في الاخر ما هو فلان السبب. اهو انت السبب. فما بيتحملوش مسئولية قبل. وبيحولوا دايما اللوم على اي حد تاني. آآ بيسيطر عليك. آآ بيخليك تابع لي مية في المية. بيسيطر على كل جوانب حياتك وكل قرارتك. انت بتعافش تاخد قرار من غيره. دي من اهم العلامات اللي في الاشخاص المتلعبين. حتى بتوصل لانه هو بيسيطر عليك ماديا. يعني حتى ماديا يسيطر عليك ماديا. طبعا على اختلاف انواع العلاقات. مش لازم يكون نصحاب بس. ده ممكن يكون ده ممكن يكون جوزك متلاعب. ممكن يكون مراتك متلاعبة. ممكن يكون اخوك متلاعب. ممكن يكون آآ اختك متلاعبة معك. يعني ايا كان العلاقات. فهو في الاخر فيه اشخاص متلاعبين في كل العلاقات. بيديك اه الحب والمواد ده بشروط. يعني انت معي حلو. وبتلبي التوقعات بتاعتي وبتلبي احتياجات اللي انا عايزها فانا معك عبقى حلو. اه والله حاولت ان انت تعمل فيها شخصية فانت ملكش عندي مواد ده يعني يعني بلعب بيك من ناحية المواد ده بقى. يعني بديك مواد بشرط. انك تحقق اللي انا عايزه. ده برضو ده اكيد علامة مهمة من الاشخاص المتلاعبين. من اهم العلامات برضو للاشخاص المتلاعبين دول ان انت ما بتعرفش تتنبق لهم بحاجة. يعني النهاردة حلو. بكه وحش. النهاردة بيتعامل معي كويس. بكه هو ايه اللي غيره? هو قلب علي ليه? هو ما بقاش يتكلمني ليه? آآ وهكذا. فانت ما بتقدرش تعرف او ما عندكش رؤية لسابات العلاقة مع الاشخاص المتلاعبين. فده اهم علامات برضو من العلامات بتاعة الاشخاص المتلاعبين. اخر علامة آآ ان انت ممكن تكون بتتعامل مع الشخص المتلاعب على صورة ان هو دايما بيوجه لك اهانات. اهانات مباشرة اهانات غير مباشرة اهانات مقنعة على شكل نكة وافيهات ودي بنشوفها كتير وبين السحاب. ان هم اصحابك يعودوا ينكتوا عليك ويعودوا يهزروا عليك. عشان في الاخر هم مسيطرين عليك عاطفيا. بيحسسوك بالمهنة. وانت قابل. فبداية حل المشكلة منك انت. من شخصيتك انت. انت اللي لازم تنهي المشكلة. زي ما قلنا كده في الحلقة بتاعة الرغبة. لو انت عندك الرغبة يبقى هنعرف نحل الموضوع. لو انت ما عندكش الرغبة يبقى مش تغف تحل الموضوع. حتى لو جامو لك مين? يقف جنبك انك تحل الموضوع مش هتغف تحل الموضوع. طيب. خلينا بقى نشوف مع بعض دلوقتي. نعمل ايه? عشان نتغلب بقى على الاشخاص دي. الموضوع محتاج تركيز. الموضوع محتاج شغل. محتاج سيطرة على وطفك ويكون عندك زكاء عاطفي. اول حاجة. لازم انك تتعرف على العلامات. العلامات اللي احنا قلناها اللي فاتت دي. لازم تعرف اه الاشخاص اللي قدامك دول فيهم كما علامة من العلامات دي. فلازم تتعرف كويس قوي على العلامات بتاعت التلاعب. تاني حاجة ان انت لازم 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 تكون واسق في الغريزة اللي جواك. انا من جوايا حاجة بتقول ان الاشخاص دي بتتلعب بيه. فلازم تصدق. ولازم تبتدي بقى تحط عينك في استراسك وتبتدي تدرس العلامات دي موجودة ولا لا. تالت حاجة ان انت لازم تصقف نفسك من ناحية التلاعب واسليبه. تقرب بقى كتير عن موضوع التلاعب ده والاشخاص المتلعبين والكلام ده كله. عشان تقرب بس انت فين من الدايرة دي. والاشخاص اللي حواليك فين من الدايرة دي. آآ رابع حاجة او اهم حاجة بقى من الخطوات العلاج انك تبتدي تحط حدود مع كل اللي حواليك. وتبتدي تنفزها. ما تخافش انك تحط حدود. واللي عايز يمشي يمشي. واللي عايز يخسرك يخسرك. هو اللي يخسرك مش انت اللي تخسره. انت هتكسب نفسك. لما تخسر اشخاص زي دي. انت هتكسب نفسك. اوعى تخاف اوعى. بقولها لك اوعى يا صديقي اللي انا ما عافش اسمك. اوعى تخاف من انهاء العلاقات. انت كاتب في الكومنت بتاعك الخوف من انهاء العلاقات. لأ. فيش حاجة اسمها كده. اوعى تخاف من انك تنهي علاقة. العلاقة اللي مش هتفيدك انهيها. لو علاقة قريبة حد ما تقدرش تني مع العلاقة زي اخوك مسلا يبقى حددها. يبقى خلي العلاقة على قدية الحدود. فكونك انك خايف من انك تنهي علاقتك بالناس اللي حواليك ده انت كده فريسة سهلة للاشخاص المتلعبين. عشان كده هم بيلعبوا بيك. فاوعى اوعى 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 تقول انا خايف ان انا انهي علاقة. حط في معك كده اقول لنفسك كده غمض عينك وقول لنفسك انا ما عنديش مشكلة انا انهي علاقة مع فلان. انا كويس من غير فلان. عادي جدا. ما فيش اي مشكلة. واقنع نفسك بالفكرة دي عشان ترضى تنفسها. فلازم تحط حدود مع كل الناس اللي حواليك. لازم الاول تحدد الحدود اللي انت عايز تحطها. حد بيهينك تقول له لو سمحت. كفاء اهانة. ما بس تحملش الاهانة. مش قابل منك اهانة. هيقول لك انت بتتكلم كده اه هو كده. لان هو هيحاول طبعا يلعب معك بكل الطرق. علشان في الاخر انت ازاي ترد عليه? ازاي تقول له ما تهنيش. ازاي تقول له ما تهزرش عليا. فهيحاول معك بكل الطرق ان هو يسيط عليك تاني. فانت لازم تكون اقوى منه. اه زي ما قلت لك الموضوع محتاج قوة منك انت. والموضوع محتاج رغبة وعزيمة منك انت. لازم تحط حواليك الناس الداعمين لك. حوت نفسك بالصحاب اللي انت شايفهم كويسين. علشان هما دول اللي هيشجعوك. ان انت تخلص من الصحاب اللي مش كويسين دول. او من الاشخاص اللي هما بيسيطروا عليك. او من الاشخاص المتعبين اللي حواليك. فلما يكون عندك بقى صحاب حلوين وجدعان وعيلة حلوة والناس اللي حواليك كده كويسين. هتقدر تحارب. لان هما هيحاربوا معك. هما هيقوق في حاربك ضد الناس المتلعبين دول. وانا بقى اقصد ان انا بسميها حارب. لان التلاعب ده اسوأ انواع البشر. هما المتلعبين بالبشر الاخرين. فا اوعى تسلم لهم. لازم تشتغل على احترام زيتك وتقدير زيتك. اه الاشخاص المتلعبين زي ما قلنا كده في العلامات بيحاولوا بقدر الامكان ان هو يخليك متدني في احترام الزيت. او يقلل لك من ثقتك في نفسك. لازم تشتغل على النقطة دي كويس اوي. اشتغل على النقطة دي كويس شوف انت ايه النقاط القوة فيك دعمها. اقراها كل يوم اكتبها قدامك انا انا كويس في كزا وفي كزا وفي كزا وفي كزا. انا انا انسان من حقي ان انا يبقى عندي شخصية مستقلة. من حقي ان انا اصق في نفسي. حط الكلام ده في وقت كبيرة كده قدامك بقى قدام في كل حتة بتبص عليها. شوف انت اول بتصحى منهم بتبص علي ايه? بتبص على حيطة سريل قدامك. الحيطة اللي جنبك. حطها على الحيطة اللي جنبك. عشان تفكرت كل يوم ان انت انسان من حقك انك تغسق في نفسك. انسان من حقك انك تقدر نفسك. حب نفسك اكتر ما تحب اي حد تاني في الدنيا. ما تخسرش نفسك. اخسر اي حد تاني في الدنيا. واقع تخسر نفسك. لان نفسك زي ما قلت لك هي اللي بقيها لك. لغاية ما تموت. هي الوحيدة اللي هتفضل معك. لغاية ما تموت. لازم تتواصل بشكل حازم وبشكل فعال. عشان توضح للناس حدودك اللي انت حطتها. وعشان توضح للناس وجهة نظرك وتوضح لاي حد في الدنيا اراءكم واعتقاداتك والحاجات اللي انت بتصدق فيها. فلازم يكون عندك تواصل بحزم. ما ينفعش ان انت بتتواصل وانت مكسوف ما ينفعش. ما بقولكش تبقى بجيح وما بقولكش تبقى ليه الادب. لا. قول انا عايز كزا. انا شايف كزا. والله انا وجهة نظري كزا. خليك حازم في جلامك. نضرت صوتك نفسها يبقى فيها حزم. زي ما قلت لك كده. آآ لازم تاخد بالك من نفسك بقى وتمارس الأنشطة بقلب بتبسطك وتبسط نفسك. يعني يعني انت هتبقى في حرب. فلازم من وقت الى تاني لازم تبسط نفسك عشان تاخد من المدة. لو الموضوع بقى صعب قوي 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 عليك ومش قادر تحارب لوحدك. فلازم تروح لحد دي متخصص. لازم تروح لدكتور نفسي. لان في علاجات سلوكية بتساعد في القصة دي. في علاجات اعتقد برضو دوائية بتساعد في القصة دي لان القصة دي اذا ما قلنا كده بسبب توطر وبسبب قلق. فممكن تاخد علاجات للتوطر والقلق والحاجات دي. لان انت هتبقى داخل على حرب فانت قلق وقلقان وخاف ممكن ما تعرفش تعملها. فممكن برضو تجأ لدكتور نفسي لو الموضوع مستدعي. يعني لو شايف الموضوع مستدعي. اه دي شوية علامات وشوية الحاجات اللي احنا قلنا عليها بالنسبة لاشخاص المتلعبين. خلينا اللي اخص لك القصة. قلنا اول حاجة ان التلاعب ده محاولة لسيطرة اللي قدامك عليك. علشان يحصل على ما هو عايز. ايه هو اللي هو عايزه? انا ما عارفش اللي هو عايزه ايه? بس في الاخر هو عايز حاجة معينة. ممكن يكون احساس بالسيطرة. ممكن يكون اه مستفيد منك في حاجة معينة. فانت انت قادر الناس انك تحدد هو المتلعب بيك ده بيتلعب بيك ليه? التلاعب بيسبب لك القلق. بيسبب لك اكتئاب. بيسبب لك طوطر. بيسبب لك ان انت مش راضي عن حياتك بيسبب لك اه انخفاض في احترام ذاتك وسكتك في نفسك بيسبب لك الانسحاب الاجتماعي من الناس اللي حواليك. علامات الشخص المتلاعب اول حاجة بيحسسك دايما ان انت الغلط بيحسسك دايما الشعور بالزنب اي حاجة بتحصل لهم انت حاسب الزنب انها السبب. ممكن يشوه ادراكك ويجدب علشان في الاخر ينكر حقائق اللي حواليك. علشان في الاخر هو بيعايز شكرك في نفسك باي طريقة كانت فممكن شكرك في زاكرتك ممكن شكرك في ادراكك حتى ممكن انها ممكن شكرك في سلامة عقلك. الاشخاص المتلاعبين دول بياخذ تخدموا التلاعب العاطفي اللي هو بيديك الحب شوية وبيحسحبوا منك شوية على حسب بقى انت ماشي على هواهم ولا لا. المتلاعب دايما بيقللك من انجازاتك عشان يقلل سكتك في نفسك. المتلاعب بيفض عليك العزلة علشان تفضل دايما تحت سيطرته. بيحول دايما اللوم على الاشخاص الاخرين. المتلاعب بيحاول يسيطر عليك في كل حاجة في حياتك قرارتك حتى حياتك المادية كل حاجة عايز يسيطر عليك. انت مش مستقل تماما عنه. المتلاعب بيديك الحب المشروط او المواده المشروطة. اه هديك حب ومواده بس هتعمل اللي انا عايزه. المتلاعب ما بتقدرش تتنبأ. بقى يبا في ايه معاه? او التقلباته العاطفية كتيرة. اه ممكن يبقى كويس. ممكن يبقى وحش. المتلاعب بيحاول دايما ان هو يهينك. سواء قدام الناس او ما بينك وبينه. حتى وان على سبيل النقطة. طيب عشان اتعرف عشان اشتغل على نفسي وانهي اه واحارب وتغلب على المتلاعبين. لازم اول حاجة اتعرف على علامات من الاشخاص اللي حوالي. العلامات اللي احنا قلناها دي. لازم احدد الاشخاص اللي حوالي فيهم كما علامة منهم. تاني حاجة اللي انت لازم تصق في نفسك. وتصق في شخصيتك. وتصق في احساسك لو انت حاسس ان الاشخاص اللي حواليك متلعبين لازم تصق في الاحساس ده. بتبطيب تدرس. آآ لازم تصقف نفسك ايه هو التلاعب وايه هو خططه المختلفة وايه هي صفاته وايه هي. كل حاجة عن التلاعب بتبطيب تقرأ عنها كتير عشان تفهم كل كل الاستراتيجيات اللي انت تتعامل معها فيها. لازم تحط حدود مع الناس. وحدود وتنفزها. ما ينفعش يحط حدود ومنفزها. لازم نوصل حدودي دي بشكل حازم تواصل فعال وتواصل قوي. ان انا في الاخر انا ليه يا حدود واحدة انت لاتطبع متعديهاش. لو حد لو حد بيهينك قوله لو سمحت ما تهنيش. وبعد كده طبعا لو سمحت دي هتتلغي. لو هو يستدعي الموضوع آآ حاجة اللي تأدب يعني. آآ لازم تحط حواليك شبكة داعمة من صحابك ومن معارفك وان اللي هما بيدعموك واللي هما بيقوق. انك تتواجه الاشخاص المتلعبين. لازم آآ تعلي من احترامك لذاتك. تشتغل على الحاجات اللي انت كويس فيها وتقويها. وتفكر نفسك على طول بيها وتحطها قدام عينك على طول عشان تفضل فاكرها. لازم تدي اولوية لنفسك للحاجات اللي بتحسسك برضى عن نفسك. الحاجات اللي بتبصدك تعملها الهويات الكلام دا. لازم تحب نفسك اولا واخيرا لان نفسك هي اللي بقى ايالك مع ربنا طبعا سبحانه وتعالى نفسك هي الوحيدة اللي بقى ايالك لغاية ما تموت. هي الحاجة الوحيدة اللي بتفضل مع الانسان هو نفسه. اي حد تاني ممكن ينسحب من حياتك سواء بقرطه او سواء غصبا عنه يعني الموت جنبه او الكلام دا كله. لو محتاج ان انت هتطلب مساعدة من دكتور يبقى لازم ما تترددش انك تروح لان انت هتبقى تحت سيطرة المتلعبين وهيسببوا لك الا واكتئاب وكل الحاجات دي دي امراض نفسية. فلازم لو انت حاسس انك يعني يعني الموضوع مستدعي انك تروح لدكتور ما تترددش خلص انك تروح لدكتور متخصص. اتمنى تكون الامور واضحة. اه اتمنى تكون الفكرة وصلة لك صاحب الكومنت اللي انا ما عرفش اسمه. اتمنى تكون الفكرة وصلة. اتمنى ان انت تعدي الموضوع ده. انا حسيت من الكومنت بتاعك ان انت في مشكلة حقيقية. اتواصل معي في اي وقت. اه المسانجر موجودة عندك. ممكن تتواصل معي في اي وقت. واي حد طبعا عايز يتواصل معي في اي وقت ممكن يتواصل. اه اي حد عنده كومنت ممكن يسيبه لي. ولو جديد معنا بتنساش السبسكرايب. واشوفكم انت رفعات اللي جاي على كل خير.